أهلا بكم بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد عنهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاية السمو الشيخ حمدان بن زايد عنهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ينظم اتحاد سباقات الهجم مهرجان الظفرة الأول لسباقات الهجم من الثالث عشر إلى الخامس عشر من أكتوبر الحالي ويسلط المهرجان الذي يقام في ميدان سباقات الهجم في مدينة زايد بمنطقة الظفرة الضوء على أهمية إحياء الموروث الشعبي في الدولة والسير على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان عنهيان طيب الله ثرى في دعم هذه السباقات وضمان استمراريتها عبر مختلف الأجيال ويتضمن المهرجان إقامة تسعون شوطا لفئات الحقايق واللقايا والإذاع واربع وعشرون رمزا لكل فئة منها ثمانية رموز ورصدت اللجنة المنظمة للمهرجان جوائز عينية ونقدية قيمة للفائزين